اشتركوا في القناة بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه من لو سجدنا له بالعيون على حما الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشرة من معشار نعمته ولا العشيرة ولا عشرة من العشر ثم صلاة والسلام على أشرف من صلى وصام وطاف بيت الحرام وعلاله وصحبه الكرام ثم ما بعد فابتداء فأسأل الله العظيم رب العشرة كريم أن يحرم هذه الوجهة طيبة من النار وأن يحرم هذه الأجسادة من شوي النار اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ونعوذ بك يا ربنا من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع يا رب العالم حياكم الله أخواني الكرام أخوتي كريمات في برنامجكم خالدات في التاريخ نسلط الضوء على قضايا وعلى نبراس بهذه الأمة من نساء بدأ لها الخير في هذه السيرة العطرة وعندما نتكلم عن نساء قد خلد ذكرهن في التاريخ فنتكلم ولا شك عن امرأة كان من أبيات الجاهلية شعرا لها شعرا لها نعم بل وكانت من الصحابيات الجليلات هذه المرأة اليوم حديثنا عنها حديث متغير حديثنا عن هذه المرأة حديث ليس كالحديث الآخر هذه المرأة هي الخنساء هي التماظر بنت الحارث رضي الله عنها هذه المرأة كان لها أخوة هو معاوية وصخر وكانت امرأة شاعرة وكانت امرأة لها من المحاسن مما يطلبه الرجال عادة وبالمناسبة الخنساء كناية على صفة في الخشم لما يكون من رفعته رضي الله عنها فهذا وصفها وما كان من مكانتها وكانت من بني الحارث وكان لها مطلب عظم ولما كانت هذه المرأة بمطلب الرجال أقدم إليها الدريد ابن الصمة وكان هذا الرجل من قاداتي وفرساني العر قدم إليها في الجاهلية وأراد زواجه فلما أقبل إليها قالت لأبيها وبعد أن أقبل هذا الرجل الذي لا يرد قال الأب مثل الخنساء تستأذن أي لا بد أن أخذ رأيها فلما عاد الأب إلى هذه المرأة وعرض عليها الأمر قالت يا أبي لا أريده لماذا؟ قال لأن من أبناء عمي من هو خير في بذله وعطائه وجوده وسخائه فترك ذلك الأمر فاغتاض وغضب غضما شديدا دريد بن الصمة كيف يرد بذلك الأمر فما هي إلا أيام وتزوجها ابن عم لها وكان إمرأا سفيها أي فيه قلة وطيش وكان يضيع ماله بالميسر فلما اشتد عليها الهم والغم رجعت إلى ما تتوكأ عليه ورجعت إلى ساعدها ورجعت إلى يدها التي تتوكأ عليه هو أخوها صخر هي الصحابية الجليلة والشاعر المخضرم الخنساء فالخنساء هي تماظر بن عمر بن الحارث السلمي فهي من قبيلة بني سليم التي ذكرها نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان يحبها نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان يفتخر بها نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فالخنساء وهي تماظر بن عمر بن الحارث السلمي من قبيلة بني سليم الذي يفتخر بها نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تماظر بن عمر والمعروف عنها بالخنساء سميت بالخنساء لارتفاع أرنبت أنفها فمن أجل ذلك سميت بالخنساء فتماظر بن عمر رضي الله عنها هي من الصحابيات الجليلات وكذلك من المخضرمات التي أدركنا الجاهلية وكذلك أدركنا الإسلام أدركنا الفترة والحقبة التي سبقت الإسلام وهي حقبة الجاهلية وكذلك أدركت الإسلام بعد مبعث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة لم يعرف عن الخنساء شيء في جاهليتها سوى أنها كانت من جميلات العرب ومن النساء الجميلات عند العرب وهذا عرف عندما تقدم إليها وطالب الزواج منها دوريد بن الصمة وتزوجها حينها ذكرت كتب التاريخ وكذلك الكتب التي سطرت الخالدات في التاريخ ما عرف عنها من جمالها وكذلك حسن وجهها رضي الله عنها عندما انتشر الإسلام وبعث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أقبلت مجموعة من قبيلة بني سليم للدخول في الإسلام وكانت من هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام هي الصحابية الجليلة تماظر بن عمر المعروفة بالخنساء وقد أسلمت في سن متأخرة حيث أنها بلغت بالخمسين عاما عندما بلغت الخمسين أو الخمسين ويزيد أسلمت هذه الصحابية الجليلة تماظر بن عمر بن الحارث السلمي المعروفة بالخنساء كانت هذه الصحابية رضي الله عنها من الشعراء ومن المخضرمين وقد عرف عنها بشعرها ومن أشهر أشعارها رثاء أخيها صخر عندما توفي أخيها صخر ذكرت أبيات من الشعر ما زالت تدرس في المدارس وما زالت تدرس في الجامعات فهم قصيدتها في رثاء أخيها صخر قصيدة معروفة ومشهورة وما زالت تدرس في المدارس وكذلك الجامعات ومن هذه الأبيات المذكورة في هذه القصيدة وهي في رثاء أخيها الصخر أن صخرا لوالينا وسيدنا وأن صخرا لمقدام إذا ركبوا وأن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم على رأسه نار فهذه أبيات مشهورة في رثاء الخنساء لأخيها الصخر فعندما توفي أبناؤها سطرت قصيدة في رثائهم وعندما توفي أخيها صخر كذلك سطرت أبيات في رثائه الخنساء على وعلى أنها صحابية من صحابيات نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن الذين ناصروا نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك عرف عنها بالشعر وعرف عنها بالرثاء وعرف عنها بأبيات فيها من الحكمة وفيها من الأدب حتى أن بعض أبياتها قد يضرب بها الأمثال فبيتها الذي ذكر في قصيدة رثاء أخيها صخر كأنه علم في على رأسه نار ما زال يضرب به الأمثال ومذكر في كتب الأمثال فلو رجعنا إلى كتب الأدب والكتب التي عرفت بذكر الأمثال سنجد هذا المثل كأنه علم على رأسه نار وهو شطر من بيت لقصيدة الخنساء في رثاء أخيها صخر أخاك أخاك إلا من لا أخى له كساع إلى الهيجى بغير سلح لما حضرت إلى صخر وكان صخر معه نساءه وأبناؤه ولما وصلت إليه أخته وطلبته ماله جمع جميع ماله وما معه من الشياه وقسمه قسمين وجعل أفضل القسمين لأخته الخنساء فأخذت هذا المال وذهبت ولما مرت الأيام واشتد عليها الهم مرة أخرى عادت إلى أخيها هذا الأخ الذي ضرب أروع المثل في بذله لأخته لما وصله والله إني أتعجب وأنا أتكلم بهذه القصة وما فعل هذا الرجل لما وصلت إليه وقالت له إني في حاجة لم يقل إني أنا أيضا في حاجة ولم يقل مانا عليها أنا قد بذلت لك نصف ماله بل جمع ماله مرة أخرى ومال زوجاته وقسمه قسمين وبدل نصف ماله لأخته مرة أخرى وذهبت به حتى غارت من ذلك زوجته ولامته وقال إنها أختي إنها نظر العين وما يتبصر به الإنسان من منظره هذه الأخت هي بقايا وروح الأم فلما كان بعد ذلك من قتال الجاهلين مات معاوية غدرا فأخذ بثأره صخر ثم أصاب بعد ذلك صخر بمصاب على يده وكان فيه الثلمة وكان بعد ذلك أن مات فرثته رثاء عظيما بأمر كبير وقبل وفاته كانت تعوده أم أم صخر وزوجته فلما طال به التعب بلته زوجته فلما سئلت قالت ليس هو الميت الذي ينسى ولا الحي الذي يرجى فلما سمع غضب منها وقال أبياتا في الشعر وأما الأم فإنها الملك التي لا تتعب ولا تفنى ولا تتوالى في بذلها على ولدها ولما مات صخر أنشدت أبياتا مما سارت بها الركبان في أبيات للخنساء وكانت تبكي إلى قبيل الغروب عند قبره وكانت تنشد أبياتا يتعجب الإنسان منها حتى قالت لولا الباكين حولي لقتلت نفسي ولما أسلمت وكان الإسلام بعد ذلك أن خالط بشاشته القلوب غير هذه المرأة تماما وغير مفهومها للحياة وغير بأن كان الإيمان بالقضاء والقدر جهزت أربع أبناء لها أربع أبناء جهزتهم في معركة القادسية وفي معركة القادسية كلهم استشهدوا أربعة في وفاتها فكيف هذه المرأة؟ هل صبرت؟ قالت الحمد لله الذي جعل الشهادة في أبنائه هذا المفهوم هو مفهوم الإسلام إذا دخل القلب قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن اللهم اجمعنا معهم في جنات النعيم يا رب العالمين